سيادة النقيب موضوعة الاستمارة ماكوشي اسمها استمارة ممكن تقدم حتى على السوشال ميديا نقول مثلا اكو بيجات تقول لك هاي الاستمارة خاصة بعلاج الصحفيين هاي كلها وهمية حتى انفند هاي حتى الاراضي ماكو استمارات ماكو ايه ماكو استمارات احنا عدنا سوينا قرعة في زمن المحافظة العبد الرزاق نعم كل 500 صحفي وزع لهم وزعنا المجموعة 500 الاولى نعم في قرب اسماية اعتقد والوجبة ثانية هم طلعت اسماه ايضا الباقية ما رح يقدمون اذا صارت وجبات نعم او مرة واحدة رح نعلن ونسوي قرعة بكل اسماح ايضا بالقرعة ايه واستمارين بها داخل النقابة داخل النقابة لان اكو شنو اكو متطلبات نعم اما ان يكون لازم متزوج هما مستفيز سابقا واذا ما متزوج معيل لعائلته يعني معيل لأمه معيل لأبوه معيل لأخواته نعم واضح هاي ضوابط الدولة هاي تكون الاولوية الاولوية للمتزوج للمتزوج واصحاب العائل وغير وحتى غير المتزوجين المعيلين لحوائلهم طيب ايضا يعطى قطعة اراضي سكني وعدنا ايضا مشروع اسكاني عندنا نشتغل عليه مجمع سكني ايه هاي هاي زينا مجمع سكني يعني بناء عمودي نعم احنا عندنا قطعة سابقة بالشعب ذن نشتغل عليه هسه وقطعة ثانية جاي ابحث ومن القطعة مناسب مكان مناسب اخذ موافقة السيد رئيسي الوزراء نعم حتى نبني مجمع سكني للصحفيين حتى نحول وتكلفة بسيطة راح تكون غير ان شاء الله طبعا راح تصير الاسعار مدعومة يعني الشقق الان للأسف الدولة جاي تنطل ارض مجانا اي صح للمستثمر هو يبيح الان بـ 300 ألف دولار لهو ماكو احد الان من المواطنين يقدر يشتري اي شقة سكنية داخل بغدان